السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا على يوم الثلاثاء 5 أيلول سبتمبر طبعا القمر اليوم موجود في برج الثور وفي ساعات متأخرة من هذا اليوم القمر رح ينتقل ويصير في برج الجوزاء القمر زي ما حكينا هو موجود في برج الثور لغاية الساعة ثمانية وصد دقائق مساء من مساء اليوم الثلاثاء بعدين بده ينتقل لبرج الجوزاء ورح يظل في برج الجوزاء لغاية الساعة أربعة وتسع وخمسين دقيقة من صباح يوم الجمعة لا ينتقل القمر بعدها لبرج السرطان هو الآن موجود في منزلة الدبران وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد الساعة أربعة وواحد ثلاثين دقيقة صباحا بينتقل القمر ويصير في منزلة الهقعة وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع مثل استخراج السموم والأعمال والأسحار والأورام أيضا ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد القمر بما أنه موجود في برج الثور أغلب هذا اليوم رح نشعر بالحذر أكثر من ميلة المحافظة على ممتلكاتنا وقل لما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار ويمكن شراء عقار ما وقضاء وقت ممتع بالبيت أو مناسبة عائلية أو مشاهدة التلفاز مثلا بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نذكرها هي زاوية بطيئة إحنا طبعا اليوم رح تبدأ تأثيراتها هي زاوية تربيع سلبية بين الزهرة وبين المشتري طبعا تأثيراتها من اليوم 5-9 ورح يستمر تأثيرها اليوم 27-9 دروتها يوم 17-9 ساعة 6 وتسعة دقائق صباحا هذه الزاوية بتعزز الشعور لدى البعض بالحاجة لإثبات حضورهم وغالبا بيفشلوا في ذلك برضو بتخلق لدينا رغبات غريبة وبتسبب لنا اضطرابات في علاقاتنا العاطفية وصداقاتنا وبتدفعنا للمبالغة في النفقات لتحقيق رغباتنا والإفراط في العكل وهذا الشيء ممكن يسبب لنا اضطرابات صحية أيضا بتدل هذه الزاوية على مشاكل مالية بتتعرض لها المؤسسات المالية والبنكية في البلاد بسبب البذغ في المصاريف والتبذير وسوء التدبير كما أنه بيعرف الميزان التجاري بعض العجز في التجارة الخارجية بسبب التباين الكبير بين قيم الصادرات والواردات على المستوى الفني برضو بيتم تضيع الكثير من الأموال في الدعاية لمنتوجات ومع ذلك لن تلقى الاستحسان المطلوب لدى الجماهير أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين أورانوس هذه الزاوية رح تكون ذروتها ساعة سبعة وسبعة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادي منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع تجاه البعض كذلك برضو بتمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة وبتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفزي والسينما والميل لكل ما هو مدهش وغريب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين نبتون هذه الزاوية رح تكون ذروتها الساعة وحدة وثمانية وخمسين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينج بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث وعليفا واكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين بلوتو هذه الزاوية رح تكون ذروتها ساعة أربعة وخمسة أربعين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينج بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة نمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني الساعة أربعة وخمسة أربعين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينج بيصير عنا خلو المسار وبيستمر لغاية الساعة ثمانية أصدقائق مساء بتوقيت جرينج لا ينتقل القمر بعديها ويصير في برج الجوزاء هذا بيعني أن هاي الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة ثمانية أصدقائق بتوقيت جرينج مساء القمر بنتقل ويستقر في الجوزاء عشان هيك من ساعات المساء مننشط في اتصالاتنا ومنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد أو كلمة وقال علينا إنجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها وبوسعنا أيضا الانضمام لدورة دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لعضوية نادي بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية طبعا من الآن ولغاية ساعات المساء المتأخرة عنا العنق والحنجرة الحبال الصوتية الغد الدرقي اللوزتين وتفاحة آدم أما من ساعات المساء المتأخرة بصير عنا الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي وأنابيب الشعب الهوائي والريئتين والوصلات العصبية لمهارات الاستشعار العصبي يعني زي الجهاز العصبي والحركة والشعيرات الدموية ونظام التبادل بالنسبة لهذا اليوم يعني ما فيه أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها وخصوصا الأعضاء اللي ذكرناها صباحا اللي هي اللي تتعلق بالعنق تحديدا أما بالنسبة لباقي أعضاء الجسم فما فيه أي مشكلة للعمليات الجراحية بالنسبة لعمليات التجميل طبعا آثار تراجع الزهرة ما زالت موجودة رغم أنها انتهى التراجع إلا أنه ضايل تقريبا ثلاث عيام يفضل أنه تأجله الموضوع أما بالنسبة لإزالة الشعر الزائد فهذا اليوم يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو بالطرق التقليدية يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بما أن القمر رح ينتقل لبرج الجوزاء خلو المسار القادم رح يبدأ الساعة عشر وعشرين دقيقة مساء من مساء يوم الخميس بتوقيت جرينج ورح يستمر حتى اليوم التالي اللي هو يوم الجمعة ثمانية تسعة لا غاية الساعة أربعة وتسعة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج اللي انتقل القمر بعديها لبرج السرطان بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع عمره عشرين يوم في تمام الساعة سبعة وسبعة وعشرين دقيقة مساء بصير عمره واحد وعشرين يوم نسبة الإضاءة ستين في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا هذا اليوم برضو بيحمل معاه فرصة مالية بتكون مفاجئة أو ممكن تدخل تحسين على ميزانيتكم أو ممكن انكوا تعالجوا استحقاق مالي أو سداد بعض الأمور أو المطالبة بحقوق للكم أهم شيء انه ما تتسرعوا بتوظيف الأموال بل دققوا بالتفاصيل بتطمئن خوطركم نوعا ما وبتتحسن المعنويات الأجواء تقريبا جيدة على المستوى المالي رغم انه في بعض المصاريف فعشان هيك ما بنصح اليوم المبالغة بالمصاريف من ساعات المساء المتأخرة القمر رح ينتقل للبيت الثالث فهنا بتنشطوا بالحركة والاتصالات والحوارات والنقاشات وتعزيز العلاقة مع الأحبة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم إنكم تبادروا لخطوة جديدة ادعم من مركزكم الاجتماعي تتحسن المعنويات بشكل ملموس وبتنطلق يا أما بعمل جديد يا ورش جديدة يا خطة جديدة أو بتتشجع أيضا للمواجهة والحوار والنقاش ممكن تمارس إرادة قوية مع اندفاع عالي جدا وعندك حماسة ونشاط برضو قويات وبتنتصر على كثير من الاعتبارات أما من ساعات المساء فهنا الاهتمام بصير على المستوى المالي ممكن تهتم ببعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات أو دعم أو هدية أو ممكن تعالج مسألة مالية برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا لغاية ساعات المساء برضو بظل هذا اليوم بيطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني حاولوا أنكم تنجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم لا توقع على عقد وما تبدأ عمل جديد هذه فترة فارغة من الحض حلل الأمور بهدوء وابتعد عن الأضواء ولا تقرر على شيء عشان ما تخيب آمالك أما من ساعات المساء فطبعا القمر رح يوصل لعندكم وأنا بتزيد ثقتكم بأنفسكم وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا بخطوة جديدة دعم من مركزكم الاجتماعي على المستوى النفسي والمستوى العاطفي والمستوى الصحي الأجواء جيدة برج السرطن بالنسبة لموليد برج السرطن طبعا رح يبدأ الضغط عليكم اليوم من ساعات العصر تقريبا ولكن بتظل إنه اليوم جيد للقاءات الأصدقاء أو تعاونهم معكم أو العلاقات الاجتماعية وممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته أهمش إنه ما تبقى وحيد لأنه الظروف واعدة بتعاطف وتأييد لتحركاتك بتفرح بدعم من جهة ما يعني الأجواء تقريبا ممتازة جدا على المستوى الاجتماعي ولكن من ساعات المساء القمر رح يوصل لبيت المتاعب فعشان هيك من ساعات المساء بتصير فترة ما لازم تبالغ في جهدك الجسماني إن جز ما بوسعك من عمل متراكم دون إهمال صحتك وبرضو أضبط أعصابك برج الأسد بالنسبة لما وليد برج الأسد طبعا هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم أو تعزيز العلاقة وإثبات جدارتكم للمسؤولين عنكم في مكان عملكم أهمش إنه ما تتذمر من كثرة الأعباء والضغوط لأنه شوي في نوع من أنواع الضغط بتشعر فيه خلال هذا اليوم من المسؤوليات ولكنها فترة مهمة ما تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك وأداءك وأفكارك سيطر على أعصابك حتى لو شعرت بالانزعاج وما في داعي للمؤامرات والمجازفات وأي شيء بشوه السمعة أما من ساعات المساء فهنا بتنشطوا وبتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم وممكن اليوم يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد من لقاء بعض الأصدقاء برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بظل المجال للاتصالات البعيدة والحوارات والسفر والاتصالات مع الأجانب بظل موجود وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك يجمعكم بأحباكم وبترتفع المعنويات وبتزيد فرص النجاح أكثر فأكثر طبعا أو بتعود للإمساك بزمام الأمور هذه فترة إيجابية وجيدة حتى على المستوى العاطفي وعلى مستوى العمل والتسويق والدراسة وبيصل خلالها الحوار وبتفرح بخبر أو تجاوب بعض الأطراف معك لغاية ساعات المساء من ساعات المساء القمر رح ينتقل لبيت السمعة فبتصير فترة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وأيضا فترة جيدة لتعزيز العلاقات الاجتماعية برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان تم فرصة لمكسب مالي إلى صلة بشراكة أو تعويض وصحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية سارعوا لتهدئة النفوس وترتيب الأوضاع ممكن تتخلى عن مطلب أو عن خطوة اتصرف بدون تباطئ لتصحيح الأوضاع وعادة بعض الأمور لنصابها ممكن تنشغل بمعاملات وأوراق خلال هذا اليوم تحتاج لتوقيع أو مراجعة لبنك أو ضريبة أو تأمين أما من ساعات المساء الأجواء رح تتحسن بشكل قوي جدا فممكن أن يصلكم خبر من خارج البلاد وبتنجحوا بمسائل العلاقة بالسفر والاتصالات وبتزداد رابطكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا القمر ما زال موجود مقابلكم لغاية ساعات المساء فعشان هيك هذا اليوم أيضا بيطلب منكم يعني القيام بعمل بيطلب تعاون من طرف ثاني وبوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء شراكات المال أو العاطفة ولكن بدكوا تتجنبوا الانفعالات اللي ممكن أنه يصير عداوة أو مشاحنة أو مواجهة ابعد عن المشاكل قدر الإمكان لأنه انت طاقتك الضعيفة ورح تكون أنت الملام بحذرك من المشاركة بأي جدال أو صراع لأنك زي ما حكينا رح تكون الخاسر أما من ساعات المساء فأنا بصير في فرصة لمكسب مالي إلو صلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية برج القوس بالنسبة لما وليد برج القوس طبعا القمر الآن بده يبدأ بمراحل المقابلة ولكن عندكوا قدرة اليوم إنكوا تنجزوا الأعمال المتراكمة أو الأعمال الضرورية والمهمة وأنتوا عندكوا قدرة على ذلك وتعزيز العلاقة مع المسؤولين أو البدء بعمل جديد لكن بتكون تنظموا جدول غذائكم وتأخذوا قصد كافي من الراحة وحاولوا إنكوا ما تتغيبوا عن عملكم اليوم وركزوا بشكل جيد بالأعمال الضرورية والمهمة وابعدوا عن أي مشاحنات مع زملائكم بالعمل أما من ساعات المساء هنا القمر بيصير مقابلكم تماما فبصير فترة ممكن أنه هيك تتطلب منكم تعاون من طرف ثاني وبوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في المال أو العاطفة أو مع الأزواج ولكن بتكون تتجنبوا الانفعالات بالنسبة لموليد برج الجديد ترغبوا في التقارب من أحباكم هذا اليوم بشكل أقوى من يوم أمس وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ممارسة نشاط فني أو هواية أو ترفيه أهم شيء أنه ما تترددوا في التعبير عن عواطفكم حاول تكريس مزيد من الوقت لأحباك بتنمو بعض العلاقات وبتزدهر لكن لا تسمح لشؤونك الخاصة بأنها تأثر أو تسيطر على المواقف وحاول قدر الإمكان تخلي علاقاتك أو حواراتك مرنة بدون فرض السلطة من ساعات المساء هنا رغم تراكم العمل إلا أنه عندك قدرة على إنجاز الكثير من عمالكم ولكن بدك تنظموا جدوى الغذاءكم وتأخذوا قصة من الراحة من حين لآخر وتهتموا بإتمام الأعمال بلاش تتراكم عندكم برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية بتنشغله بمسائل عائلة أهم إشي أنه ما تترك أي شخص أنه يحبط طموحاتك أو يتدخل بشؤونك وحاذر الخلافات وما تضخم الأمور شوي أنت اليوم حسس زيادة عن الزوم ومتوتر بسبب قلق أو بالتفكير لزيادة أو بعض الضغوطات اليوم برضو بظل في نوع من أنواع الارتباط عندك اليوم بموعد أو بحدث معين أو في اهتمام بصحة أحد أفراد العائلة من ساعات المسائف ترغبوا في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وبوسعكم الاهتمام بهواية أو ترفيه أو أمور لها علاقة بالمرح الأجواء بتصير جيدة وكثير من الأشياء رح تكون لصالحك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات وتعتبر هذه الفترة مناسبة للخروج بنزهة قصيرة وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار أهم شيء تحافظوا على الموضوعية والهدوء والرصانة من خلال تصرفاتكم ويومكم وتعاملاتكم حصن نفسك ومعنوياتك ممكن اليوم يكون عندك تنقلات مهمة وبتمتع بسرعة خاطر وقدرة على الإقناع وقوة أفكار وبتمتع بنشاط عالي جدا في ساعات المساء طبعا القمر رح يوصل للبيت الرابع يعني بيت العائلة فأنا بوسعك وإدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية وممكن تنشغل في ساعات المساء بمسألة عائلية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر